ننتقل وإياكم إلى الشرق الأوسط عشرون قتيلا بتفجير انتحاري استهدف سفارة روسيا في كابل أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الاثنين أن انتحاريا فجر نفسه قرب مدخل السفارة الروسية في العاصمة كابل ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرين شخصا وإصابة آخرين بجراح جراء الاعتداء وقالت الشرطة أن المهاجم قتل برصاص الحرس التابع لحركة طالبان لدى اقترابه من بوابة الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية وذكرت وسائل أعلام نقلا عن شهود عيان أن التفجير وقع عندما خرج دبلوماسي روسي من السفارة لأخذ وثائق مواطنين أفغان وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الخارجية الروسية مقتلى موظفين من السفارة الروسية في كابل وفي اعتداء وقع قرب البعثة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية وفادت الخارجية في بيان أنه قام مقاتل لم يتم التعرف عليه بتفجير عبوة ناسفة في الجوار المباشر للسفارة الروسية في كابل وقتل موظفين من البعثة الدبلوماسية في الهجوم مشيرة إلى سقوط جرح بين المواطنين الأفغان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر